لقطة من فيلم النداء تدور أحداثه حول مجموعة من المهوسين بألعاب الفيديو تثم دعواتهم عبر الإنترنت لتجربة لعبة فيديو تخيلية ما تلبث أن تتحول إلى حقيقة لم يكن ليخطر في بالتشارلز باركر مخرج هذا الفيلم أن ما يحدث في فيلمه The Call-Up قد يكون ملهما لشركات الصناعة ألعاب الفيديو صدق أو لا تصدق فقد أصبح هذا واقعا ملموسا وبات بإمكانك خوض التجربة بنفسك وذلك لفضل تقنية طورتها شركة The Vite تقوم التقنية على مسج الواقع الافتراضي بالواقع الحقيقي وبناء بيئة مشتركة بينهما وتسمح للشخص بممارسة اللعبة بنفسه عن طريق ارتداء بذلة تحوي خوذة مزودة بنظارة واقع افتراضي عالية الجودة تمكنه من رؤية تصل إلى ضعف ما تراه العين الطبيعية بمجال نظر يتراوح بين 160 إلى 180 درجة في جميع الاتجاهات سويدت الخوذة أيضا بسماعات عالية الجودة تسمح للعب بسماع ما يراه في الواقع الافتراضي بشكل متزامن كسماع صوت إطلاق النار أو أصوات الطبيعة ويتم التواصل بين المتنافسين داخل اللعبة عبر مايكروفون خاص لم ننتهي بعد فهذه القفازات تمكن اللعب من رؤية يديه من خلال النظارة بشكل افتراضي أما هذه السترة فتمنحه التفاعل الحسي والفعلية مع الواقع الافتراضي بفضل النظام استشعار عالي الدقة يحوي معالجات دقيقة تمكنه من مزامنة حركات الجسم مع الواقع الافتراضي وبنفس السرعة ونتيجة لذلك يستجيب الواقع الافتراضي لكل حركات الجسم حتى لا يشعر اللاعب بشيء غير مألوف أو يفقد الوعي أو يصاب بالغثيان حتى في أشد الحركات تعقيداً كالقفز أو الطيران ما يميز هذه التقنية هو قدرتها على جعل اللاعب يشعر بالألم والحررة وأن يتعامل مع الأشياء التي يراها ليلتقط منها ما يشاء ويتلعب بما يشاء يتيح لك مركز الترفيه الافتراضي المفتوح الآن في ولاية بيتا الأمريكية اللاعب مع أصدقائك كفريق أو اللاعب بمفردك ولمدة ثلاثين دقيقة داخل غرف مخصصة تحوي متاهات ولها القدرة على استيعاب ما يصل إلى عشرة لعبين دفعة واحدة فهل تود أنت أيضاً خوض هذه التجربة؟